كما جرت العادة لا تحل أزمة في العراق الجديد إلا وقد أخذت ردحاً من الزمن بل حتى عند حلها تتضارب الأنباء وتختلف الروايات وكأن الحديث يدور عن تفاهمات عصابات على غنائم لا عن بلد وحكومة ومناصب ودولة انعدام المفاهيم يتجلى بحكومة لم تكتمل بعد أكثر من ثمانية أشهر على انتخابات أقر القائمون عليها ببطلانها قبل غيرهم تعرج مسار الأزمة حتى اصطدم بعقبة الوزارات الأمنية التي احتدم الصراع شركاء العملية السياسية عليها تضاربت الأنباء حول توصل الكتل السياسية لاتفاق على مرشحي الوزارات الأمنية فتحدثت النائب عن تحالف البناء كفاء فرحان عن انفراج في أزمة الحقائب الأمنية كما أن هناك إمكانية لتمرير الوزارات الشاغرة من دون خلاف داخل البرلمان خلال الجسد المقبلة سريعا نفي الاتفاق على لسان النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي الذي أكد أن كل ما يتداول عن التوصل لحلول لأزمة التشكيلة الحكومية هي مجرد تكهنات مشيرا إلى أن الكتلة السياسية هي من يتخذ القرار باستبدال الأسماء المطروحة من عدمه فيما ازداد المشهد تعقيدا بحديث النائب عن تحالف سائرون محمد الغزي عن التوصل لاتفاق يقضي بحسم جدل على ملف الوزراء من خلال طرح أسماء مرشحين جدد مشهد ضبابي يحكس حالة قسام طاغية على الحاضر السياسي المتشضي في البلاد ولعله يكشف الطريقة التي يوزر بها الوزراء الصدفة كما شهد بذلك القيادي في تحالف الإصلاح صلاح العرباوي العرباوي قال إن الأداء السياسي في العراق أداء سلبي لكثرة الأحزاب وتشتت القرار فلا يمكن إنتاج دولة بهذا الكم من الأحزاب فضلا عن الفجوة الكبيرة بين الشعب والطبقة الحاكمة الذي ظهر جليا في العزوف عن الانتخابات والتظاهرات التي شهدها العراق انفضاض العراق على الوزارات الأمنية لا يعني اكتمال الحكومة فمقصلة هيئة المساءلة والعدالة تنتظر ثلاثة وزراء طالب تحالف الإصلاح باستبدالهم بيد أن العراقيين والحق يقال لا يستثنون أحدا من الاستبدال بعد تجربة حكم المحاصصات المريرة والمستمرة منذ 16 سنة ترجمة نانسي قنقر